لماذا في أول هذا اللقاء نقول نهنئ الأمة الإسلامية جميعا بالهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وهل هذا يجوز؟ هذا هو السؤال الأول لأن برنامج صناعة الحلال برنامج مبني على الأحكام الفقهية ولكن نتكلم في أشياء بعينها لا نخوض في كل الأحكام الفقهية فبما أن هذا برنامج فقي فنريد أن نفهم هل يجوز التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ الجواب على هذه المسألة عند أئمتنا وسادتنا من أهل العلم يتعلق بأمري بمعنى عندنا من قال بالجواز وعندنا من قال بعدم الجواز الجمهور قالوا بالجواز وبعض سادتنا من أهل العلم قالوا بعدم الجواز طيب لماذا قال الجمهور بالجواز ولماذا قال من قال بعدم الجواز وقالوا بأنه بدعة إذا فهمت لماذا بنى هؤلاء على ماذا بنى هؤلاء فتواهم وعلى ماذا بنى هؤلاء فتواهم أظن أن الإشكال انفك عند الجميع الجمهور رأى بأن هذه المسألة متعلقة بالعادات يعني بعادات الناس وليست من باب التعبد ليست من باب العبادات وذلك لأن التقويم الهجري أقت عمر بن الخطاب رضا الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين يعني في عام عشرين من الهجرة أقت عمر بن الخطاب رضا الله عنه قال أرى أن أقت بالهجرة لا بمبعث لا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام فأقتوا بهذه المسألة فقالوا هذه مسألة لم تكن في زمانه صلى الله عليه وسلم خلاص ولا نعلم دليلا على جوازها ولا نعلم دليلا على منعها فصار ما ردها إلى باب العادات طيب باب العادات إذا كانت الشريعة لا تمنع هذا الشيء إلا هو في باب العبادات إذا كانت الشريعة لا يوجد بها نصوص على تحريم هذا الشيء فإذن التهنئة لا تكون ممنوعة لذلك الجمهور جمهور العلمائي من أئمتنا وسادتنا من أهل العلم على جواز التهنئة بالعام الهجري الجديد لماذا؟ لأنها من باب العادات وليست من باب العبادات فإذا اعتقد المرء أنها من باب العادات لا حرج عليه في ذلك طيب الذين قالوا بأنها لا تجوز قالوا لأنها لا نعلم دليلا على جوازها لا نعلم دليلا على جوازها ولا نعرف أن السلف فعلوها فطلما أنهم ما فعلوها إذا لو كان خيرا لسبقون إليها والحق في هذه المسألة بعيدا عن التفصيل الطويل والتفصيل العلمي الكبير الذي له أماكنه وله مواضعه مع العلماء ومع طلبة العلم بعيدا عن الإعلام وغير ذلك الحق أن هذه مسائل لا يتحتاج إلى كل هذا التعقيد الحق أن هذه مسائل إذا كنت أدعو لك وأهنئك بعام هجري جديد أقصد أن يكون عام طاعة وأن يكون عام بركة وأن يكون وأن يكون وأن يكون هذا من باب الدعاء لإخواننا المسلمين ومن باب أننا نفرح بالتقويم الهجري الذي ضاع لو أردنا أن نفتح الكتب لنقرأ فتاوى العلماء في مسألة التقويم الميلادي والتقويم الهجري وكيف أنه كان صراع قديم جدا في هذه المسألة لعلمت في هذا التوقيت وفي هذا الواقع أن الأولى أن نظهر قضية التهنئة بالعام الهجري الجديد ثم نغفل تماما التهنئة بالعام الميلادي لماذا حتى يتربى هذا الجيل على هذه العقيدة يعلموا أن العام الهجري عندنا هو الأصل أن العام الهجري عندنا لماذا أنت تخرج الزكاة تخرج على العام الميلادي أم العام الهجري على العام الهجري التوقيت عندنا في الشريعة على العام الهجري حينما جلست لأراجح فتاوى مثلا دار الإفتاء المصرية عندنا في مسألة العام الهجري والتقويم والعام الميلادي سترى عجبا وتنبهر بأن هذه المسألة كانت عند المسلمين عقيدة لم تكن بما نراه نحن الآن في هذا الزمان